دعونا نتحدث ماذا قدم للإسلام بعد إسلامه ماذا فعل وبالأحرى دعوته للإسلام كيف كانت كيف دعا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله أسلم صديق رضي الله عنه وحمل هم الدعوة بعد أن تشرب فكرة الحبيب صلى الله عليه وسلم وفهم الإسلام على حقيقته وعرف معنى الدعوة ومعنى أن يكون الإنسان مخلصا لله سبحانه وتعالى فكان يسعى في الأرض بعد أن أسلم مباشرة لأن يدخل الناس إلى هذا الدين العظيم وكان همه الشاغر فكان أول أو كانت أول ثمار هذا الصديق الدعوية دخول صفوة من خيرة الخلق إلى الإسلام من هم؟ إنهم من عظام الصحابة رضي الله عنهم كان سبب إسلامهم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه الزبير بن العوام رضي الله عنه ذو النورين سيدنا عثمان بن عفان نعم كان سبب إسلامه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثالثا طلح بن عبيد الله سعد بن أبي وقاس عثمان بن مضعون أبو عبيد بن الجراح عبد الرحمن بن عوف أبو سلم بن عبد الأسد الأرقم بن أبي الأرقم رضي الله عنهم وكان إسلامهم كلهم على يد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنهم حيث جاء بهم فرادا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلموا على يديه صلى الله عليه وسلم فكانوا هم دعامات الأولى للإسلام خاصة أنه كان في بدايته لم يكتفي بهذا فكان قبل كل شيء بدأ بأسرته رضي الله عنه فلا جاء إلى أسرته فأسلم من أسرته مباشرة السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأم المؤمنين عائشة وعبد الله ابنه وزوجته أم رومان بل وخادمه عامر بن فهيرة كانت صفاته الحميدة وأخلاقه الجليلة هي التي تجعل الناس يتأثرون به ويسلمون على يديه هذا كان حال سيدنا الصديق رضي الله عنه لأن شخصيته كانت مؤثرة في الناس تؤثر في من يسمعه وإذا أردنا أن نتساءل سؤالاً أو قبل أن نتساءل السؤال دعونا نطرح معلومة كما ورد في بعض الأخبار في كتب السير أن عشرة من الذين ذكرناهم الذين أسلموا كان إسلامهم بعد أسبوع واحد من إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه